اللهم الرحيم والصلاة والسلام على بوثي الرحمة العالمين. كيف حصل المسلم في كل ليلة ما يساوي او مقدار صواب الدنيا كلها الف ومائتين مرة في الميزان يوم القيامة. وتكتب عند الله سبحانه وتعالى من المقنطرين. المقنطرون هم اعظم قوام الليل. رأس الله سنكون في الحديث من قام بعشر ايات في ليلة لم يكتب عند الله سبحانه وتعالى من قام بمائة اية كتب من القانتين. ومن قام بالف اية كتب من المقنطرين. هناك حديث اخر اقل شوية في درجات الصحة. لكن نرجو ان يكون صحيحا. كان الرسول عليه السلام خفف عن هذه الامة. لان ما حدش من قليل جدا من الناس اللي قدر يوم بالف اية. فهناك راية اخرى حديث اخر من قام بخمسمائة اية كتب من المقنطرين. هناك حديث ثالث من قام بسلسل مائة اية كتب له قنطار من الاجر. كتب له قنطار من الاجر. طب ايه قنطار ده? القنطار سأل معاذه من جابر رضي الله عنه. الرسول صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح. بل قنطار رسول الله قال القنطار الف ومئتان اقية. الاقية خير مما طلعت عليه الشمس. بمعنى. يعني رابرة سبحانه وتعالى يديك في ميزان يوم الايامة. في الصلاة دي. قد الدنيا كلها اوثمتين مرة. ده سكان ادنى اهل الجنة. في الحديث ربما كثير من الناس يعلموا هذا الحديث. له مقدار للدنيا كلها. اه 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 مرة بس. ولما وهو عرصه هيظن ان هو اهل الدنيا. ما يقولش الجنة ويشوف السواب بالشباب. ببالكم بقى لما اتعصر كل ده. في الليلة. ده مش في الليلة ده في الصلاة. مش تاخد منك عشر دقيقة او ربا ساعة. ونحاولوكم اتعاملو ايه بس زبط دلوقتي. يعني. يعني اه مش راح صلح اصلا بيقول اه اللي هو اخر واحدة هيطلع من النار. وهيخش الجنة. ربما سبحانه وتعالى اعترضى ان يكون لك مثل مالك في الدنيا. اقول له رضيته يا رب. فقول له لك ومثل ولاك مثل ولاك مثل غد ما تصل حداشر. في رواية اخرى ولاك فروية اخرى. يكون لك ترضى ان يكون لك مثل الدنيا. قال له نعم. قال فاسل فلكك مثل بالدنيا. ومثلها 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 ومثلها. رصح صلح عد حداشر. عشر مرات وحداشر مرة. لا ده القنطار. الف ومثل اقية. الاقية افضل من على كرة ارضية كلها من كروز وضياع واموال. يعني تقدر تحصل الف ومثلين كل ارضية كلها. طب نعمل ايه? عشان نقوم بخمسمية اية او تلتمية اية. هلقوا طريقة صواب عظيم جدا جدا وسهلة جدا. تقرأ صورة الاخلاص اقولها الله احد تسعين مرة او مئة وعشرين مرة. لو متش قادر مئة وعشرين مرة يبتدي بتسعين مرة يبتدي بالاجر الادنى الاجور اللي هو تلتمية اية. ولو ربنا سبحانه عدرك ادخل بازلنا ربنا قدرك وفي بعد الناس فعلوا هذلك ووصلوا الى خمسمية اية واكثر. لكن هنبدأ خلينا يبدأ بالتلتمية اية. ازاي يبقى هعمل ايه? تصلي اربع ركعة بعد صلات العشاء. هتقرأ في كل ركعة الاولى كلها اللاهة احد. اه خمسين مرة وتقرأ في ركعة كلها اللاهة احد في ركعة التانية اربعين مرة وهذا وارد وصحيح الرسول على السلام يقول في الحديث الرسول على السلام وارد في الصحيح في النواء قام قام بصورة وأعز يكررها بعض الصحابة كان يقرأ آية ويكررها فتكرار الصورة وحديث الرسول على السلام الذي صححه الكثير من العلماء خير من الألباني من قرأ قلها الله أحد عشر مرات حتى يختمها بان الله له قصرا في الجنة ومن قرأها عشرين مرة بان الله له قصرين ومن قرأها ثلاثين مرة بان الله له ثلاثة قصور سيدنا عبدالخطاب قال إذا نكسر يا رسول الله قال الله أكثر وأطيب الله أكثر وأطيب طيب يبقى إيه المناقب العظيمة أن أحصلها من الصلاة دي وبالشي هتاخد مني لو أنا قرأت لو أنا قرأت تقول الله أحد مثلا في الواقع الأول خمسين مرة في الواقع تانية أربعين مرة وبالشي هتاخد منك عشر دقائق أو اثنشر دقائق لكن هتحصل المناقب العظيمة جدا 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 وتحصل بها إلى الفردوس الأعلى لبالتحصل أول شيء هتكتب في هذه الليلة من المقنطرين يعني بعض العلماء قال القنطار لو أنت مليت كرة الأرضية كلها بين الأرض للسماء حسنات ما تسويش القنطار أعدادات الدنيا كلها متستطيع أن تستطيع أن تحصي حسنات أو القنطار لكن الصحيح بمصداقة لحديث الرسول عليه السلام أن القنطار 1200 أقية والأقية خير وما وطلع طريق الشمس طيب يبقى هتقرأ الفاتحة وتقرأ قولها الله أحد خمسين مرة مثلا هتقرأ في الفراقرة الثانية قولها الله أحد الفاتحة قولها الله أحد أربعين مرة يبقى تقرأت قولها الله أحد تسعين مرة أنا أقول تسعين أو مية وعشرين نفس Ews كلها الله أحد فيها أربع آيات في تسعين إبقى قرأت 360 آية وقرأت الفاتحة والفاتحة أربع مرات يبقى كبيرة 28 آية يبقى ما يقرأ باللوماية مية آية يبقى عديتها حاجز 300 آية إذا تتزود شوية ورب الله سبحانه وتعطق القوة قرأتها 120 مرة وبرضه واش تصلها باش تاخد منها كوة بساعة يبقى عديتها 500 آية وتكتب عند الله سبحانه وتعالى من المخلطرين بقى دين منقبة الأولى هتكتب من المخلطرين منقبة الثانية هتبني هتبني 9 قصور لو أنت قرأت 90 مرة هتبني 12 أصر في الجنة عظيم مساحة الأصر الواحد ما تقلش عن 25 مليون أو 30 مليون كيلومتر لأن الرسول عليه الصلاة قال في الحديث قصر النبي والشهيد به خمسة آلاف غرفة يراغ وقال أيضا عليه الصلاة والسلام الخيمة في الجنة حور مقصراتهم في الخيام ستون ميلا في ستين ميلا وارتفعوها بين السماء والأرض فلو ارتفردنا جدلا أن الغرفة في الجنة مساحتها كمساحة الخيمة يبقى إذا اضرب القص لو فيه خمس سلاف أوضة اضرب خمس سلاف يبقى مساحة الخيمة 3600 ميل ستين في ستين ميل تول فعرض يعملو 3600 ميل يعني اضرب خمس سلاف غرفة في مساحة 365 Ign 18 يبقى يعملوا 21 مليون ميل الميل 1 وستة من اشرا كلمتر يعني اعدرب واحد في الستة من 10 ربما تلاتين مليون كيلومتر. يعني قدم ساحة جمهورية مصر العربية تلاتين مرة. ده الاصر الواحد. لو ربنا اتدرك وبنيت اتناشر اصر وبنيت اتسع مرات. تسعين مرة ياسف. عشان تعدل تلتمية اياه. يبقى انت هاتبني تسع اصور. اضرب تسعة في تلاتين. يبقى زودتي من راسك في الجنة. اه متين مليون كيلومتر. يعني قدم ساحة جمهورية مصر العالمية. اكتر من ماتين مرة. لو ربئت مية اعتشان مرة يبقى انتاشر اصر يضرب اتناشر اصر. يبقى تلتمية وخمسين حوالي من تلتمية وخمسين مليون كيلومتر. يعني قدم ساحة جمهورية مصر عالية تلتمية مرة او تلتمية وخمسين مرة. في الليل الواحدة. في عشر ده فرا니까. المنقبة التانية المنقبة التالتة هتاخد قراءة القرآن لو انت قررتها لو انت ق larilli أنت قرأة القرآن الهاتف تسعين مرة تلاتين مرة أو تاخد أجر قراءة القرآن أربعين مرة في الميزان المتقيمة بلا مبلاغة من منكم يستطيع أن يقرأ سلسة القرآن في ليلة قال عصوه الله من يتيق ذلك من يدر قال من قرأ قلها الله أحد فقد قرأ سلسة القرآن يبقى أنت لو هذه الصلاة المباركة حتقرأ حتاخد كي أنك قرأت قرأة القرآن أربعين مرة في الميزان المتقيمة المنقبة الرابعة حتحصل ألاف أو عشرات الألوف من الحر العين بلا مبالغة شو بقى سيدنا عمر القطاف في الحديث العظيم كان يخطب على المنبر فقال أو تدل ما جناته عدم قال قصر به عشرة آلاف باب على كل باب خمس وعشرون ألف امرأة حديث صحيح وفي حديث آخر عشان الناس اللي بتستكسر فضل الله سبحانه وتعالى حيث نتعامل مع رب العالمي حيث نتعامل مع بشر قال قصر به خمسمائة باب على كل باب خمسة ألاف امرأة إنه برس سبحانه وتعالى عندما يبني لك قصر مش هبقى يكون فاضي هيبقى مليان من حرعين في كل غرفة واحدة أو اتنين أو أكثر شوف بقى أنت حصلت قدق من الحرعين لو واحدة منهم لو أن امرأة من أهل الجنة نزلت إلى الأرض إلى طمسة نورها نور الشمسي كما تطمس الشمس ونور النجوم تخيل بقى يعني إن الشمس تختفي لو نزلت الصباح تختفي ولو تفلت في البحر يتعيب عسل وتملأ أرجاء الأرض كلها متيبا ومسكن يعني لو نزلت في أمريكا الناس في مصر تشمري حتا أنت هتتدخل منها ألاف بهذه الصلاة البسيطة المقابر بعد كده هتتدخل عشرات ألوف أو مئات ألوف من الولدان المخلدين الرسول عليه السلام يكون في الحديث القصر في الجنة به من عشرة ألاف إلى سبعين ألف من الولدان المخلدين طبعا اللي بيع صلى الصغير دي كل يوم هيكون له هكون صحابة درجاته الأولى هيكون له السبعين ألف بإذن الله بايش هكون له عشرة ألاف عشرة ألاف دول الناس أصحابه في درجات الأدنى الله ما اجعلنا أصحاب الدرجاته الأولى أصحاب الدواص الأعلى هتقوم بتدخل سبعين ألف إضرب سبعين ألف في اه 12 أصر بقى هتكتهد ويتقرأ قوله الله 100 و20 مرة يبقى إضرب 12 أصر في 70 ألف يبقى ما يقرب من مليون خادم مع كل واحد منهم صحفة من ذهب فيها نصنف من طعام لا سمع الأخر 70 ألف في 12 840 ألف خادم في الجنة مع كل واحد منهم صحفة من ذهب فيها صنف من طعام لا سمع الأخر يبقى 840 ألف يتسابقوا على خدمتك في الجنة من طعام المنقبل بعد كده تكون ولية من أولئة الله الصالحين ويحبك الله سبحانه وتعالى ويحبك أهل السماء وينزل لك القبول في الأرض رسول الله سبحانه يقول في الحديث لا يزال عمدي لا تقرب إليه بالنوافل حتى أحبه فإن أحبابته كنت بصعره الذي يبصر به وأذنه التي يسمع بها وياده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وينسألاني لأعطيانه ولينساعداني أعزانه فدي من أعظم النوافل فليه الصحابة رضي الله عنه كان بيصلي بقوله والله أحد ويشوف بقى الصحابة رضي الله عنه كانوا بيعرفين مقدار صوت الإخلاص إزاي بيعملوا إيه ويشوف إحنا إيه ويعملوا إيه كان بيقرأ كل الله أحد بعد فتحها وكل صورة صغيرة في كل ركعة في الخمس ركعات في ذلك الصحابة تحجبوا بتعمل كاليه قال لهم أحبوها قال لهم بس مش عارطول في كل ركعة قال لهم مش عاجبكم شوفوا أمام غيري وكان يرون أنه أفضلهم كان يرون أنه أفضلهم فكان يرون أنه أفضلهم فذهب للرصول صلى الله عليه وسلم قال لهم صلى الله فرصاصهم سألوا يعني ماذا تفعلوا ذلك قال أحبوها يا رسال الله فقال له أحبك الله أن أحبك إياه طبعا كلمة أحبك الله دي خلاص يعني أنت أصبحت وليا لله سبحانه وتعالى وراب الله سبحانه وتعالى إذا أحبك نادك في السموات يا جبليل إني أحبه فلانا فأحبه فيحبه جبليل ثم ينادي جبليل في السموات يا أهل السموات إن الله تعالى يحبه فلانا فأحبه فتحبه أهل السموات ونزلوا الله القبول في الأرض تصبح وليا من الأولاء الله الصالحين من قبل بعد كده يبسل لك الرزق قال الله أحاد تبسط الرزق في حديث هذا حديث كان فيه ضعف لكن له طرق كما كذكره ابن كسير في تفسيره من دخل من قرأ قوله الله أحاد حين يدخلوا بيته نفت الفقرة عن بيته والجيران ده مش بس عن بيته ده كمان الجيران شوف المنقبل بعد كده تفتح لك أبو الجامعة التمانية يوم القيامة وطبعا الناس بتفتح لهم أبو الجامعة التمانية دول أعظم الناس فهسيدنا حتى سيدنا أبو بكر قال له أصلا الله وفي حد ما حيفتح له أبو الجامعة تانية قال له آه بعض الناس وأرجو أن تكون منهم يا أبو بكر طبعا سيد أبو بكر هو سيد سيد أولاء السالحين أو سيد الأولاء الناس اللي حتفتح لهم أبو الجامعة التمانية فليه ده حديث صحيح لو سند من عفى عن قاتله أو قضى دينا غريما عن مسلم أو قرأ قوله الله أحد عشرة مرات دبرة قولي صلاة من فعل هذه السلاسة من عفى عن قاتله وقضى دينا غريما عن مسلم وقرأ قوله الله أحد عشرة مرات دبرة قولي صلاة وده وليك فايدة الإكسرام قوله الله أحد فوتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل ما أيها شائع وما قيامة وزوجة من الحر العين كافة مشائعة بكسرة وده هم يقولوا أنه أنت بتمني أصول كتير فسيدنا أبو بكر قال أولا رسول الله ولو واحدة قال الله ولو واحد يا ريك والفضل العظيم قال أخسام كل الله أيضا مناقب لا تحصى يعني لو حاولت أن أنا أحصل مناقب اللي بقرأ كل الله جابه في مستد الإمام أحمد عديث صحيح قال الله أحد عشر مرات قُتبت له بها أربعون ألف ألف حسن يعني أربعين مليون حسن طبعا الأعظم من كلا أنك تاخد أجر كما نحن قلنا قرأت كتاب الله سبحانه وتعالى ثلاثين مرة أربعين مرة ده أعظم كثير من أنك تاخد مليار حسن طبعا لكن أنا أقول إيه كده جاء أيضا في فضل قول الله يغفر لك يا رتشك الله سبحانه أنا كامل عزيمك جدا من مغفرة شكرا هذه الأحاديث أنتي بمجموعة يتلقيها حديث صحيحة رسول عليه السلام يقول في الحديث من قرأ قلو الله أحد خمسين مرة وغفرت له ظنوب خمسين سنة في رواية أخرى من قرأ قلو الله أحد مئة مرة وغفرت له ظنوب مئة سنة حديث آخر من قرأ قلو الله أحد مئتين مرة وغفرت له ظنوب مئتي سنة يبقى حتحصل كم عزيم أي كم العزيم من مغفرة هناك حديث آخر من قرأ قلو الله أحد مئة مرة بعد صلاة الصبح غفرت له بها مئة كبيرة. مئة كبيرة. حصلت كاما عظيم جدا من مغفرة. من قبل بعد كده تشيعك الآلاف او عشرات الالوف من ملائكة لما القيامة. وده اللي نختم به الفضل العظيم. شوفوا معاوي بن عماية الليسي رضي الله عنه. جاء جبريل عليه السلام وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غازة والتبوك على بوضع خمسون بئة كيلو من مدينة. قال رسول الله جئتك لتصلي على معاوية ابن معاوي ليسي. وفي رواية الاخرى مات معاوية ابن معاوي ليسي في المدينة. هذا الحديث له خمس طرق تقوي بعضها بعضا قم قال ابن كسير في تفسير. له خمس طرق. اتصلي عليها رسول الله. قال ايه والله يا جبريل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه يا جبريل ما لي ارى الدنيا ليست ككل يوم وغير الشمس مزدهر. قال الله ان الله انزل سبعين الف ملكة ليصلوا على معاوية. فرصاصا بيتعجب بما بلغ معاوية هذه المنزلة. قال الله بقراءته يقول والله احد قائما وقاعدا ونائما وما شيعا على كل حال. ده بش بس بيرها في السرعة بقول له. ده تولي اليوم بيرها مئات الاف المرات. الاف المرات. فضرب جبريل الارض بجناحيه فتضعضعت. فما بقي من حجر ولا شجر ولا وبر الا وتضعضة. فبرزة في راشو معاوية ابن معاوية الليسي امام الرسول صلى الله عليه وسلم فصلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ورقاه صف ورقاه الصحابة رضي الله عنهم ورقاه صف من الملائكة في سبعون الف ملك وفي رواية اخرى صفان في كل صف سبعون الف ملك. شو بقى المنزلة الليصلها معاوية ابن معاوية الليسي رضي الله عنه. وجبريل يعني راح مخصوله عشان يصلي عليه وهو كان على بعد خمسمائة كيلو. ويصلي عليه من على بعد خمسمائة كيلو. ويشوف الفراش بتاعه. والملائكة تصلي وراه. اللي فضل قراءة قول الله. دي بعد المناقبة العظيمة لهذه الصلاة. اللي تستطيع بها تكتب المقنطرين في كل الليلة. وتحصل صامة عظيمة جدا. مقدر. يا ريت. انا عكتاب بكو كل الكلام ده تحت فيديو. لا يدت ان تخوت من شروع نشو هاي سنحن فيه صامة عظيم. ومنعلم علما في انه اجرى معامل يوم القيامة. لا تنسوش تفعيل الجرس واشتراك في القناة. لا تساعدوني على نرش السنة النبوية. وللعايز اي حاجة يبقى اكتب لي في تعليق وانا اشرح له ايه اللي يتعمل. اقول له قولي هذا. بس ما تشوش الاشتراك في القناة. اقول له قولي هذا. استغفر الله اليوم.